انضمت إذن بوليفيا إلى الدول التي سحبت اعترافها بالبوليزاريو وعلنت وزارة الخارجية في بيان طويل عن أسباب سحب الاعتراف للمزيد معنا المحللة السياسية الدكتور عبد الرحيم مانار سليمي دكتور أهلا بك معنا نريد أن نقدم أولا قراءة سياسية لهذا القرار أهلا جهراء أولا هذا القرار يتعلق بدولة تقع في أمريكا الجنوبية وهذه المنطقة كانت معروفة في السنوات الماضية بدعمها للبوليزاريو هذا تحول كبير لأن بوليفيا ليست دولة عادية هي خامس قوة في أمريكا الجنوبية أكثر من ذلك لما نقرأ البيان الطويل لما نقرأه وهو طويل جدا نستنتج منه أن هناك حجج قدمت إلى البوليفيين من طرف الدبلوماسية المغربية أقنعتهم بأنهم كانوا على خطأ وغيروا موقفهم بسحب الاعتراف أكثر من ذلك أنهم جاءوا بكلمة لها دلالتها وهي أنهم سيتحولون إلى الحياد البناء أو الحياد الإيجابي وعناه أن هناك دعم لمواقف المغرب وسيقومون بعملية إعادة بناء العلاقات من جديد مع المغرب هنا داخل العلاقات الدولية وداخل القانون الدولي هذا النوع من سحب الاعترافات يدل على أنه كان هناك اعتراف قبل ذلك ولكن اعتراف إما يكون باطل وإما اعتراف تحتى الضغط ولكن لما نقرأ جيدا البيان يتبين بأنه كان اعتراف قبل سحبه بأنه كان اعترافا باطلا واليوم يتم تصحيح هذه الوضعية وهنا الأمر يتعلق بتحول كبير قادم في ملف الصحراء لأنه حدث يتعلق بمنطقة قلس منطقة أمريكا الجنوبية وقبل بوليفيا كانت سلبادور وأعتقد بأن هناك دول قادمة ستسحب الاعتراف من الكيان الوهمي طيب لوحظ أن عدد دول سحب الاعترافات بالبوريزرو في تزايد خلال سنوات الأخيرة خاصة كما ذكرت من دول أمريكا اللاتينية كيف نفهم هذا وما تأثيرات ذلك على البوليزاريو على الجزائر وعلى البلدان التي ما زالت تساند البوليزاريو أولا هذه المنطقة التي هي أمريكا الجنوبية تعرف تحولات أكثر من ذلك أنها كانت تحتاج إلى وصول ديبلوماسي إلى اختراق ديبلوماسي الكثير من الدول اعترفت آنذاك بهذا الكيان الوهمي ولم تكن لديها المعلومات الكافية وهذا ما يفسر هذه عملية سحب الاعتراف السريع أكثر من ذلك أنها تراقب ما يجري داخل الأمم المتحدة الكل يعرف بأنه خلال السنوات الماضية هناك العديد من القرارات التي هي يمكن أن نقول فيها تحول على مستوى التوازن كلها لصالح المغرب هم يتابعون هذا ويتابعون ما يجري داخل المجتمع الدولي طبيعي جدا أنهم لما وصلتهم حجج مغربية بدأوا في تغيير وفي موقفهم وفي عملية سحب الاعتراف أكثر من ذلك هناك تغييرات سياسية داخل هذه الدول تجعلهم يقتربون أكثر من المغرب تغييرات جرت داخل بوليفيا داخل السلفادور وداخل فنزويلا التي هي أيضا موقفها سيكون قادم في المرحلة القادمة هذه كلها تحولت وتحولت أيضا كانت داخل كوبا التي هي ستقترب أيضا إذن تحولات كبيرة تجري مرتبطة بسياق دولي بقضية تعرف تحولات داخل الأمم المتحدة وهم يقرؤون الإشارات التي تأتي من الأمم المتحدة ومن دول صديقة إلى المغرب طيب كما ذكرت هناك دول تسحى باعترافها هناك دول نجد إيجابية في مواقفها تبعنا في الأسابيع الماضية هذه الدول التي تفتح قنصليات لها في الداخل والعيون هل هذا يؤرق لمرحلة جديدة في ملف الصحراء المغربية؟ واضح جدا أن هناك تحول جديد في ملف الصحراء المغربية أولا هذا التحول هو واضح في قرارة مجلس الأمن وهنا أشدد على مسألة أساسية 16 قرار أخير منذ سنة 2007 فيها تحول كبير في لغة مجلس الأمن وخاصة القرارة الأخيرة هناك الكثير من التحول المتدرج بمعنى تحول كبير لا في الخطاب لا في التوازنات إلى غير ذلك مسألة أخرى وهي أن هناك دول لم تكن تعترف بالبوليزاريو واليوم هي تنتقل إلى مرحلة أخرى هذه المرحلة وهي فتح قنصليات إذن الوضع الدولي اليوم دول تسحب واترافها ودول لم تكن تعترف وهي اليوم تحول موقفها وتبدأ في فتح قنصليات هذا تحول كبير في الملف دون أن ننسى تحولات بدأت مثلا مع موقف الاتحاد الأوروبي اتفاقيات التي تشمل كل تراب المغربي أيضا مع موقف الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الكونغريس والميزانية التي رسدت لكل التراب ما في المناطق الجنوبية وأيضا مسألة الشراء في ترصيم الحدود البحرية وهذا موقف أيضا يتعلق بالقنصليات التي لها دلالة على المستوى الإداري بمعنى أن هناك عملية إدارة رعاية هذه الدول موجودين في هذه المنطقة وعلى المستوى الاقتصادي ثم أن الدول بدأت تشعر جيدا بأن المغرب يهيئ هذه المنطقة نتيجة التنمية الكبيرة التي تكون هي المدخل نحو إفريقيا هذه كلها تحولت تقرأ من طرف ديبلوماسيين ويغيرون موقفهم وهناك تغييرات تجعل من ملف صحراء يدخل مرحلة جديدة طيب بالمقابل دكتور مانار سليميال بوليزاريو تعمد إلى محاولة عرقلة معبر القرقلات لماذا في هذا التوقيت بالذات؟ واضح اليوم أن العالم يلاحظ الصورتين كلما كانت هناك مكتسبات كبيرة للمغرب في ملف الصحراء وهناك تحول قلت في الموقف الدولي إلا ويقابله الكثير من السلوكات العدوانية من طرف البوليزاريو لاحظنا مثلا ما يجري في معبر القرقلات وسبق للأمم المتحدة ومجلس الأمن أن نبه البوليزاريو إلى هذه السلوكات لأنها سلوكات تهدد الأمن والسلم الدوليين هي سلوكات عدوانية وتجعل المغرب بمعنى أنه في موقف الدفاع الشرعي عن النفس يحق لو لأن هذا سلوك عدواني وهناك مادة في ميتاق الأمم المتحدة التي هي المادة 51 لما يكون هناك خطر حال يعطي للدول إمكانية الدفاع الشرعي عن نفسها لماذا؟ لأن هذا طريق تجاري فيه مدنيين وهناك بوليزاريو الذي سمعه موزير الخارجية بأنها مقطع طرق وهذا توصيف صحيح هم يعمدون إلى عرقلة كلما كان هناك تحول يعمدون إلى العرقلة ولكن لا ينتبهون بأن الأمم المتحدة تراقب أن أي خطأ سيتحملون مسؤوليته لماذا؟ لأن هذه العمليات هي فيها نوع من الترهيب للذين يعبرون هذه الممرات وهي ستصنف في مراحل معينة ضمن عمليات إرهابية لماذا؟ لأن هناك مدنيين تجار آمنين ومجموعة من الناس الذين يقطعون هذه الممرات وفي كل العالم الممرات البرية التجارية والممرات البحرية إذا ارتكبت ضدها أخطاء فإنها تدخل ضمن تهديد الأمن والسلم الدوليين إذن هناك إمكانية قد يستعملها المغرب في أي مرحلة وهي الدفاع الشرعي النفس لماذا؟ لأن هناك تهديد لمواطنين آمنين يعبرون نحو موريطانيا ونحو غرب إفريقيا طيب المغرب نعرف أنه ينهى سياسة ضبط النفس والهدوء تتحدث عن تنبيه الأمم المتحدة ماذا؟ ما بعد التنبيه إذا استمرت هذه الاستفزازات أو هذا السلوك الذي تصفه بالعدواني؟ الأمم المتحدة هي تعتبر بأن كل المنطقة تتحدث إقليميا بأن فيها مخاطر لا ننسى بأن الإشارات التي تأتي في تقرير أميلام تبين بأن هناك العديد من التنظيمات الإرهابية موجودة بمعنى قريبة تحاول بل أن بعض التنظيمات في منطقة الساحل والسحراء تحاول الوصول إلى المنفذ الأطلسي والبوليزاريو هو يساعد في هذه المسألة هو ينشر ميليشيات وأحيانا ينشر بعض الأشخاص وأعتقد بأن هناك مسؤولية كبيرة عنده لأن الأمم المتحدة لما تشعر بأن الأمن والسلم مهددين فهي تتخذ إجراءات ولغة مجلس أمن كانت لغة صارمة فيها تنبيه وقد تكون هناك إجراءات أخرى وأعتقد بأن التقرير القادم للأميل العام ستأتي في هذه المسألة أكثر من ذلك أن قرار مجلس أمن القادم سوف يكون فيه تنبيه صارم بلغة أكثر حدة ولكن هناك مسؤولية التي تقع على عاتق هؤلاء الميليشيات يتحملون هذه النوع من العرقلة هذا النوع من الخطأ بمعنى قد يكون بمعنى قد ترتكب عملية ما ويتحملون مسؤوليتها والمجتمع الدولي هو يراقب لأن الأمر يتعلق بطريق تجاري كما قلت والمغرب دائما له إمكانية وهي المادة 51 التي هي واضحة فيها شروط وهي أن يكون هناك خطر حال وهو الخطر تقريبا موجود وأن لا تتجاوز التدابير الخطر مثلا هذه المنطقات ثم أكثر من ذلك أنها تدابير مؤقتة في انتظار تدخل المجلس الأمن هنا أتحدث بلغة القانون الدولي الذي هو موجود هذه الإمكانية ويمكن استعمالها في أي لحظة الدكتور عبد الرحيم مانار سليمي كنت مباشرة معنا من استجوهاتنا في الرباط شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات